مساء السعادة مساء البهجة مساء مصري جميل لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب قلبك وزي ما تعودنا في كل حلقاتنا ان انا هنناقش معاكم كل اللي يهمكم وبيشغل بالكم النهاردة هنبتدي حلقتنا بحدوتة مصرية وخلونا نفتكر في البداية كلمة القديب العظيم نجيب محفوظ لما قال مصر جاءت اولا ثم جاءت تاريخ ايوة احنا النهاردة هنحكي لكم عن حدوتة مصرية من التاريخ وبالمناسبة لو كل حلقة لو كل يوم قررنا نحكي حدوتة جديدة من حواديث حضارتنا ووجودنا حدوتة مصرية كل الحلقات وكل الايام مش هتكفي زي النهاردة 4 نوفمبر بس سنة 1922 ده اليوم اللي اكتشف فيه العالم البريطاني هاورد كارتر مقبرة الملك توت عنخ امون كان اول انسان يفتح باب المقبرة من 3000 سنة من يوم ما المصريين القدماء افلوها لما فتح الباب لقى الجدران عليها رسومات رائعة وعليها حكايات حكاية حزينة حكاية رحيل الملك الشاب لعالم الاموات وقتها يا جماعة حصل دجة اعلامية رهيبة على اكتشاف المقبرة دي ليه؟ لان المقبرة دي يمكن من اوائل المقابر اللي اكتشفوها اللي كانت كاملة متكاملة بالقفل محدش فتحها للرصوص المقابر ولا تم سرقتها ولا نهبها بالعكس فتحوا المقبرة لقوا كل حاجة حطها المصريين القدماء من 3000 سنة جوه المقبرة خواتم وتاج الملك والعصايا بتاعته كل ده طبعا من الدهب الخالص والابانوس مقبرة الملك توت عن خامون او الاودة اللي فتحها كارتر وقتها ما كانش بس فيها التمثال لا كان فيها 3500 قطعة اسارية لما نبص لهم كده هيحكلنا الحكاية حنسمع صوتهم وهم بيقولوا لنا ازاي القصر الملكي لما كان الملك توت عن خامون بيحكم كانت الدنيا ماشية ازاي الهدوم الكراسي الحاجات اللي بينوروا بيها مصابيح الزيت طريقة تخزين الاكل ما احنا طبعا ورسة الحضارة القديمة وزي ما كانوا هم بيخزنوا احنا كمان لسه بنخزن المقبرة شفنا فيها الاطباق والحلل العربيات اللي بتجرها الخيول المعدات الحربية كل ده كامل متكامل الموضوع او عزمة اكتشاف مقبرة توت عن خامون من 100 سنة ما كانش بس اننا اكتشفنا ان الملك حكم 9 سنين وكان شاب صغير لا المقبرة حلت لغة رتمات فصرت حاجات ما كناش عارفينها اوي شرحت جزء من تاريخ مصر القديم فهمتنا حاجات كنا شفناها قبل كده ولقناها في مقابر وعلى الجدران المعابد لكن ما كناش عارفين اوي الحكاية ماشية ازاي مقبرة توت عن خامون قالت الحكاية كانت ماشية ازاي قالت انه كان محارب وانه ازاي واسع الامبراطورية المصرية واقام معابد ومنشآت 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عن خامون هيبقى فيه احتفال كبير في الاقصر من يوم 4 ليوم 6 نوفمبر الاحتفال ده هيبقى فيه افتتاح بيت كارتر اللي هو المكتشف بعد تجديده وترميمه هيبقى فيه كلمة للدكتور زاهي حواس بعنوان توت عن خامون ووادي الملوك هيبقى فيه زيارة للمقبرة وجولة سياحية والاهم هيبقى فيه احتفالية بالاوبرا الجديدة اوبرا توت عن خامون كلنا عارفين ان كان فيه اوبرا عايدة القديمة ايام افتتاح قناة السويس الاولى لكن النهاردة بنعمل اوبرا جديدة موسيقار ايطالي هو اللي بيعملها من قدام معبة حدش بسوت في الاقصر خلونا نشوف الفيديو عن مقبرة توت عن خامون ونرجع نكمل فقراتنا بعد الفيديو موسيقى 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 يلا نحكي حدوتة مصرية كمان حدوتة تانية الحدوتة الاولانية اللي حكيناها كانت من التاريخ القديم الحدوتة الجديدة بقى اللي انا احكيها لكم دلوقتي حصلت وقدام عينينا كلنا وإحنا عايشين مبارح قلنا ان مصر قدت على فيروس سي وحكينا الحكاية بتفاصيلها النهاردة هنحكي حكاية جديدة عن فيروس تاني مصر برضو قدت عليه واخدوا بالكم انا بتكلم في ست سبع سنين خمس سنين يعني بتكلم في عمر التاريخ عن اول مبارح مصر قدت على فيروس دار جدا زي الفيروس سي بالزبط بس بدل ما بيأثر في الصحة بس بيأثر في الارواح مصر قدت على العشوائيات كان فيه طفل خلوني احكي لكم الحكاية دي والنبي ويا رب يدوني وقت كان فيه طفل او فيه طفلين اتولده في يوم واحد واحد فتح عينه لقى عنده قوضة وسرير ملون وفوق السرير فيه لعبة بتلف كده فيها فرشات وبطبيط وعصفير ومامته بتاخده تحميه في الحمام وجدته قاعدة في الصلاة بتحكيله حكاية وفيه طفل تاني اتولد معاه في نفس اليوم اهله كانوا فرحانين بيه قوي بالمناسبة بس للأسف لا هو ولا اهله كان فوقيهم سأف ولا هو ولا اهله عندهم حمام ولا هو ولا اهله عندهم شارع حتى ينزل يلعب فيه مع صحابه لما كانت الدنيا بتمطر كانوا بيدوروا على مخبأ يستخبوا فيه لا لا ما كانش فيه حرب ولا كان فيه قنابل بتضربنا ده كانوا بيستخبوا من المخبأ بيدوروا على مخبأ يستخبوا فيه لان المطرة بتنزل فوق دماغه وضع مستحيل يفضل موجود وننام ونقوم ونعيش وكأننا مش واخدين بالنا وضع مستحيل نقبله لانه بيعورنا في ولادنا بيطلع اجيال حسة انه ايه البلد الغريبة دي اللي مش شايفانا ومش حسة بينا واحنا مش فرقين معاه مصر قادت على العشوائيات الرئيس عم فتاح السيسي فور تولي القيادة السياسية كان حاطت على اجندته انه ما ينفعش الكلام ده يستمر المناطق العشوائية والمناطق الخطرة والمناطق غير الامنة يا جماعة ما ينفعش نسيب اهلنا تفضل عايشة هنا ما ينفعش نسيب اطفال تتربى هنا تشعر بغضب على الوطن لانه مش شايفة لازم نوديهم حتة تانية لازم نوديهم بيوت امنة لازم نوديهم مجتمعات عمرانية انسانية تخلي حياتهم احسن مدرسة ملعب جنينة جامع وكنيسة محلات هوا نظيف بلكونات لازم نعمل ده الحقيقة عايز اقول لكم ان مصر زي ما هي الدولة الاولى في العالم اللي قضت على فيروس سي هي برضو الدولة الاولى اللي قضت على فيروس العشوائيات على وباء العشوائيات وايه في وقت صعب ومصر عندها ظروف اقتصادية وبتحارب الارهاب ثم دخلت الجائحة ثم لكن رغم ده موقفناش لحظة عندنا كلام مهم طب تعالوا نشوف تقرير عن موضوع العشوائيات والارقام اللي اتصرفت واللي حولت حياة الناس بسرعة كده ونرجع نكمل كلامنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عمار يا مصر عمار يا مصر يلي بنيتي البيوت دي ونقلتي أهلك من مناطق صعبة وغيرتي حياتهم وسلمتيهم شقا مفروشة يعيشوا فيها حياة كريمة آدمية وتبتبتي على قلبهم وصالحتيهم بعد ما كانوا زعلانين والحقيقة كان عندهم حق عملنا كام منطقة بيقولولي أنا كلت الوقت أنا غالبا عملنا كام منطقة غيرنا الوضع فيها الأصمرات رودة السيدة قلعة الكابش الموردي حكر السكاكيني القديم عزبة المدابغ عرب اليسار حكر السكاكيني الجديد في الشرابية في المنطقة الشمالية مناطق كتيرة نقلنا الناس من بيوت أو أشباه بيوت لفيها خدمات ولا مرافق ولا سقف لشقق ببلكونات في مجتمعات عمرانية آمنة فيها المدرسة فيها المدرسة والجامع والكنيسة والملعب وتحضر للأخضر وهنخش على طول بعد كده جناين ومساحات خضرة وهوى نضيف نشوف تقرير من منطقة الخيالة عن الناس اللي حياتهم اتغيرت ونرجع نكمل كلامنا رحلة طويلة خضتها مصر من أجل القضاء على العشوائيات وتحديداً الخطرة وتوفير ساكن أمل لأهالي تلك المناطق الذين عاشوا سنوات طويلة في مناطق غير أدمية أو أمنة بعد أن انطلق قدر تطوير المناطق العشوائية منذ سمانية سنوات لا ده فرق شاسع بين الأول ودلوقتي الأول كان كله بيوت جنب بعضها صغيرة أكبر بيت مثلاً ممكن يبقى 3-4 دوار في المكان اللي انت عايش فيه ففرق شاسع دلوقتي جناين وأماكن جميلة وخدمات وكل حاجة طريباً جنبنا في المدينة ما بيطلعش ور طبعاً الحياة التي كانت هناك هي واحدة ما تغيرتش لما هنا الحياة ما تغيرت تماماً في خدمات لينا هي أنها بيمشوا بأمان عندي بنتين كبار بيتحركوا الوقت بأمان الشرطة والجيش الله أكبر على اليوم ومن الشوارع كده هناك ما كانش فيه كلام ده كله لا المكان نظيف وما كان ما فيش بعد كده بصراعة ربنا وحتى الناس اللي موجودة هنا اللي تنقلت من المناطق اللي كانت فيها يعني واقدر ضعيها واقدر أحيطها وعايشين كلهم هنا في أمان وبيخرجوا هنا مثلاً بالليل بيعوضوا مثلاً هنا في الحديقة بيطلعوا برده بيتمشوا زي ما هم عايزين غير ما كانوا هناك الأول خالص الطوارد جداً جداً يعني يعني بقى فيها هنا مدرسة وعملونا مدرسة ونقطة شرطة واسم شرطة ونقطة مطار فيه ونقطة أسعاب وحديكة نزع فيها وفيه بالنسبة للجامع والكنيسة دي الشغل اللي هي الديانات يعني أمان يكفي إن كنت تبقى نايمة ومغمدة عينكم ومتطمنة إن كنت عايشة في أمان خلانا أدميين عرفنا يعني إيه الإنسانية فعلاً لما عمل مبادرة حياة كريمة بيعرفنا يعني إيه مبادرة حياة كريمة يعني إيه الإنسان يبقى بدل ما يبقى تحت السفر يبقى ليه كرمته ليه حيمنته بدل العشوائيات اللي كانت موجودة وصرت الدولة في هذا الشأن في اتجاهين الأول هو تطوير بعض المناطق العشوائية التي تصلح لذلك والثاني هو نقل أهالي المناطق العشوائية إلى مناطق سكانية أفضل لضمان حياة كريمة لهم من خلال ساكن البديل الذي تم توفيره نهو مخلينا دلوقتي عايشين في الملك لحنا تهمين ومضطنين فيهدوه وحاجة نظيفة ميشقنا نظيفة وحاجة جميلة إلي الشوارع الشوارع وجنين اللي حولينا حاجة جميلة كنا شايفهنه إحنا كنا فين وبقينا فين الله ينطرورك يا ريسنا الله ينطرورك يا لنص18 ينطر مصر ينطر مصر وينطر ريسنا و ediyorumدنا ينطركم يا رب ويغنيكم ويناديكم ويزدكم ما ينقص منكم جميلة جميلة وحاجة حلوة مرتاحنا ومبسطنا والله الله يريح قلبكم ويريح قلب رايزنا وينصرهم وينصر بيت وينصر أولادكم وينصركم ويغنيكم ويزدكم ما ينقص منكم أحسن حاجة أنه هنا في المدينة عندي مدرسة وعندي اكتصة وعندي جنينة وعندي كل حاجة جميلة في جنينة وكل حاجة في نادي وعندي لعب مع صحابي باندي لعب كتير وكل بينا حراس كتير وقفة ومحدش درجة جميلة ما عايزة طلع مضيفي الطيرون أعزاب أزابط منطقة الخيالة تقضي من خطة الدولة التي وضعتها للقضاء على المناطق العشوائية خاصة في القاهرة من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم متكامل المرافق والتشتبات لأهالي المناطق العشوائية ياسمي جبريل لبرنامج افتح باب قلبك موسيقى 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 قضت على العشوائية وبمناسبة كل يوم أحلى عندنا مبادرة مهمة جدا هقولها في جملة واحدة مبادرة أطلقها أطلقت برعاية السيد الرئيس عن زراعة ميت مليون شجرة عارفيني يعني ايه ميت مليون شجرة في المحافظات تسعة تلاف وتسعمية موقع 6600 فدان يعني الهوى اللي بنتنفسه هيبقى أحسن يعني المنظر يعني المناخ وبمناسبة المناخ اتحضر للأخضر فعلا مصر بعد يومين بتستضيف كوب 27 قمة المناخ 2022 في مدينة شرم الشيخ اللي هتشارك فيها 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة القمة دي هتناقش التغيرات المناخية وحتفضل معانا من يوم 6 ليوم 18 هتشارك فيها ما بين 30 و 40 ألف ضيف هينوروا مصر وينقشوا الموضوع ايه موضوع قمة المناخ كان السنة اللي فاتت فيه قمة المناخ في بريطانيا مصر وقع عليها الاختيار انها تنعقد فيها القمة الجديدة بدأت الدولة المصرية بتشكيل اللي جان برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل المسؤولين المعنيين يا جماعة يلا نستعد علشان احنا عندنا قمة السنة الجاية في شرم الشيخ هنعمل ايه لها عملنا حاجات كتيرة اوية شرم الشيخ بقت مدينة صديقة للبيئة فيها حوالي 30 مشروع كلهم بيقولوا عليهم المشروعات الخضرة الزكية وسعنا مطار شرم الشيخ عملنا مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة طورنا الطرق والحدائق العامة والمسطحات شحن الأوتوبيسات بالكهرباء المامش السياحي محطات الطاقة الشمسية انا بقول بسرعة هو لان احنا الفترة الجاية كلنا حنشوف ده وصد عينينا افلام وصور وقنوات الاخبارية حنشوف ازاي مصر فعلا جهزت شرم الشيخ وجهزت الدولة لاستقبال هذا المؤتمر المهم بقى عندنا مستشفى شرم الشيخ قالوا ايه قالوا اول مستشفى خضرة في قارة افريقيا خضرة يعني ايه قالك او انا حقول تعرفين طبعا كل مستشفى ببقى فيه حاجة اسمها محرقة الحقن المستخدمة والملابس وادوات العمليات والمحرقة دي طبعا بتطلع ادخنة وابخرة طبعا عدوة البيئة مستشفى شرم الشيخ عملت استبدال المحرقة دي بوحدة فرم وتعقيم عملنا وحدة قياس جودة الهوى عملنا بنسحب عينات الهوى بنشوف الموضوع ايه كمان عندنا مشروعات كتيرة عملت بتقول ان شرم الشيخ مدينة خضرة وزكية طب انا كمواطن هستفيد ايه من المؤتمر دا لأ بقى احنا عندنا ضفنا النهاردة قال الاستاذ الدكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئة العرب هيتناقش معانا ويورينا احنا انا كمواطن هستفيد ايه من ان الدولة بتستضيف المؤتمر دا حيورينا البشرية الكوكب كله حيستفيد ايه من هذا المؤتمر بس بعد الفصل اللي حنشوف فيه تقرير عن شرم الشيخ المدينة الخضراء اللي فتحة خضناها ودراعها تستقبل ضيوف مصر وحنشوف كمان رأي الناس في مسألة المناخ اصلا خدوا بالكم المناخ دا مش جملة كده احنا بنسمعها بعيد لا لا انتو احنا بنشوف بعينينا ما حرايق عصير الجوي برد الجوي حرر جفاف بنشوف في الكوكب وبنشوف عندنا فجأة يمطر عندنا تلج فجأة يقولوا السحل الشمالي مهدد يعني الموضوع قريب قوي مش حاجة بعيدة يلا نشوف كل الكلام دا رأي الناس في موضوع المناخ ونرجع نستقبل بيفنا ونبتدي فقرتنا الرئيسية ايه المؤتمر دا هيقود علي بفايدة ايه هيقود على البشرية بفايدة ايه بعد الفاصل لو قلتلك اختار بين ثلاث حاجات تستغنى عنهم علشان تساعد في الحفاظ على البيئة هتستغنى عن ايه الاكاسي البلاستيكية ولا المواد الخشبية علشان نحافظ على الاشجار ولا السجائر انا بفتكر ان هي اكاسي بلاستيك اكتر لانها بتوقع في المية وبتقتل مش بس الهو مش ببداوز الهو بس بتباوز المية وبتقتل السمك والسلاح في كل حاجات دي فدي اكتر حاجة بتأثر فينا ككوكب يعني مفروض نوف مع بعض ونساعد ان احنا نقلل من استخدام الاكاسي بلاستيك وكمان نستخدم بدالها الاكاسي اللي هي المواد تانية اللي هو ماشي السجائر طبعا دي اللي استغنى عنها عشان حافظ على البيئة وعلى المناخ السجائر طبعا من غير كلام خمس المقدمة السجائر طبعا يا ريت السجائر السجائر ده اهم حاجة تشارم البيئة الناس كلها تبقى كويسة السجائر اهم حاجة سجائر عنها الاكاسي البلاستيكية ايه تفسيرك لوجود زواهر مناخية غريبة زي الجفاف في اوروبا مثلا السيول في اماكن صحراوية اكيد طبعا بسبب التلوز بسبب حاجات كتير بسبب التكيفات الكتير اللي باعت في الدولة بسبب حاجات كتير قوي وغيالة الجميع انواع المناخ بسبب فيه اللي هي جلوب الورمينج مع الفصائب العربي يعني وده بيخلي ان الشمس الجوي بحر عن متن حتى في الشتاء وده بيخلي بيأثر على جفائية بيأثر بيخلي فيه جفاف يعني في الاخر العوامل طبعية احنا كنا متوقعين يعني هنا بيقولوا ان هو هيجي في وقت الارض من كتر الاستخدام من كتر التطور اللي فيها هيعصر فيها كل العوامل طبعية دي بتعرف ان مصر هتستضيف مؤتمر المناخ في نوفمبر الحالي في شرم الشيخ لو هتقول كلمة لديو في مصر تحب تقول لهم ايه لورتونا وشرفتونا اعلم وصلا بيكو في مصر والدنيا ولكم تويجبت يعني احنا يعني مدينة سريحية بالزاد في القاهرة وان هم هيكتشفوا ان البيئة هنا معتدلة وممكن يتعلموا حاجات اكتر عن مصر يعني مرحبا بيهم طبعا على ارض مصر بنرحب بيهم في بلدنا ونتمنى ان المناخ هييعجبهم ويبقى فيها افكار عشان يتحدث بيئة المناخ هييعجبهم اكتر مصر حتستضيف في مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ عشرين اتنين وعشرين كب سبعة وعشرين المصريين او الناس بيتساءلوا ايه همية المؤتمر ده بالنسبة لنا بنعمله ليه ويه هميته كمان بالنسبة للكوكب للمناخ عموما لقينا انه منناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الاستاذ الدكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج تغير المناخ العالمي اللي منوارنا النهار اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بحضرت دكتور في البداية كده وببساطة ايه اهمية ان مصر تضيف مؤتمر قمة المناخ ودلالات ده ايه وطبعا انعقاد هذا المؤتمر اه لانه تطبيق الاتفاقية دولية مصر موقع عليها ومصر موقع هذه الاتفاقية لانها خدت وقت طويل جدا الاتفاقية دي لكي تلقى موافقة الدول الصناعية ايه الدول الصناعية على مدار 26 سنة لان احنا في السنة 27 وانا كان لها الشرف ان انا اكون مع الدكتور مصطفى كمال طلبة والدكتور العصاص وكانت بتعلن لأول مرة قعدنا لغاية 2015 لغاية لما مكرو رئيس فرنسا خلص الايه التوقيع على الاتفاقية فضلت مشكلة خاصة بالملحة التنفيذية هذه المشكلة بتقول انه الدول الصناعية لازم توقع على التخلص التدريجي من الفحم والبترول ولا الخفض التدريجي من الفحم والبترول الخفض التدريجي يعني استمرار الوقود الحفوري يعني استمرار مشاكل تغير المناخ لكن التخلص التدريجي كل اللي احنا عايزينه وامل كل الدول يعني واقع على مصر وعلى الرئيس سيسي ان نتوقع الدول الصناعية على جدول زمني للتخلص التدريجي من الوقود الحفوري استبدالها استبدالها حضرتك يعني ايه لخاصة الموضوع ايه انه تبقى الطاقة طاقة شمسية تبقى طاقة رياح تبقى طاقة بايو جاز تبقى طاقة مساقط مائية تبقى طاقة ما يطلق عليها السيرمل ديفرنس انه فرق بين درجات الحرارة في مياه يعني كل الوسائل التي لا تستخدم دخان والتي لا يصدر منها اكاسيد الكربون المسببة لاحتباس الحرارة لان الغلاف الجوي اشتكر ربنا من البشرية عملته فيه دكتور مصر بتستضيف قمة المناخ حضرتك كعالم ومتخصص في شؤون البيئة دلالة ده عندك ايه ايه يعني بالنسبة لمصر ما هي اللي هتكتسبه مصر او هتكسبه من هذه الاستضافة لا فيه مكاسب عديدة ايه اولها بس عشان ابقى عمل يعني انه عدد الناس اللي بيحضروا الكوب ده ما بيقلش عن 40-50 الف ايه يعني بتتكلمي على 40-50 الف واحد ب40-50 الف اسرة في العالم بجرانهم بمعرفهم بمؤسساتهم بمدارسهم بكلياتهم بيوصل العدد ده اللي هو بنتكلم على 50 الف كأنك عزمتي خمسة مليون ايه ففي خمسة مليون واحد في جميع دول العالم عارف مصر وعارف شرم الشيخ وعارف الزيارات اللي بيروح فيها وعارف راس محمد وعارف الاربع محميات الطبيعية اللي ملهمش مسيل واولها محمية راس محمد اللي هي الوحيدة المعلنة من التراث العالمي المسجل في اليونسكو الوحيدة فأنت بتتكلمي على بلد هتقدم لنفسها أكبر برنامج ترويج سياحي لزوار سيأتي آلاف الناس ضعف ويمكن 3 و 4 و 5 أضعاف اللي جوم في كوب 27 هيحضروا ويزوروا مصر هم بقوا أهلهم ويعرفوا يزوروا الأهرام ويزوروا الأسار المصرية فهي ده أنا في تصوري أهم مكسب ليها إنه إن إحنا ألقينا الضوء على مصر أمام كل دول العالم وشعوبها هل استضافة المؤتمر أيضا له دلالات متعلقة بالأمان طبعا طبعا هو أولا شرم الشيخ لها اسم معروف يعني أيضا وسانيا إن هي يعني بيسموها عاصمة الغوص في العالم يعني الناس اللي عايزة تعمل دايفينج ما بيتلاقيش مكان أنقى من هذا المكان عشان تعمل فيه الإيكو دايفينج أو الغوص البيئي بالترجمة العربي يعني وبالتالي يعني هذه البقعة لها مزايا تكشف عن مزايا ممثلة في مصار البحر الأحمر كله إحنا عندنا على البحر الأحمر مواقع بيجي لها ناس مخصوص عايزة أقولك ألمانيا ألمانيا حتى هذه اللحظة هي اللي لفتت نظر العالم لموقع البحر الأحمر كموقع سياحي ومازال حتى الآن السياحة الألمانية هي سياحة رقم واحد في البحر الأحمر إيه التحديات اللي وجهت الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ وتغلبنا عليها إزاي؟ هو التحدي الأول لأي دولة هي الموافقة أي؟ ولولا أن الرئيس سيسي يعني استمر لمدة عام وأكتر يمكن عام ونصف يزور ويقابل ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات دول العالم ليقنعهم أن مصر ستتقدم بهذا الطلب أن مصر تعقد الكوب 27 وموافقة عليه وأنها تملك الإمكانيات وتستحق يعني وده نادرا ما بيجي مع الدول النامية نادرا يعني يعني معظم الكوب كان بيؤقت طبعا في أوروبا في كل يعني يمكن الدول الصناعية الكبرى اللي كانت بتتحكم في مقره فهذه المرة العلاقات الجيدة مع الدول الصناعية الكبرى للرئيس السيسي وإقناعه وأنه يبقى جون كيري ييجي مبعوث الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي يعلن عن أنه عشان خاطر مصر هيحول 2 مليار دولار لمبادرة مبادرة الزراعة تنمية وتقوية الزراعة على مستوى العالم بما يحقق الأمن الغذائي اللي هو المتضرر رقم واحد من تغير المناخ خلي بالك مشكلة المناخ الرئيسية في الأمن الغذائي وفي التصحر وفي الجفاف لأنه بيعملوا منظومة جديدة تخل بيه التوازن مش بس البيئي التوازن الصحي للبشر وزيادة الأمراض الخاصة بيه ما يطلق عليها المال نيوتريشن يبقى عندك الولد شكله يقوله أنت مش واكل وهو واكل بس يعاني من سوق التغذيع أو الشحوب ده عنده ده خلاص بيتحس أنه هو ده تعثر وبعدين المناخ دلوقتي ما بقاش ليه انذار المناخ دلوقتي بقى محيار نحن حتى خبراء لأنه السيف والشتا والربيع والخريف ما بقوش زي زمان الدنيا تبرجيلة الدنيا تبرجيلة دكتور يعني إذن اختيار مصر لعقد قمة المناخ هو نوع من التقدير الدولي للدولة المصرية وقدرتها على استضافة وإدارة وتأمين هذا المؤتمر بإجماع 189 دولة بإجماع 189 دولة 189 دولة لم تحدث لم تحدث قبل ذلك دي أول مرة على مسؤوليتها على مسؤوليتها طيب شرم الشيخ بقى خلاص احنا هنعقد القمة في شرم الشيخ فلازم هذه المدينة تستعد ومن بدري لعقد هذه القمة واستضافتها هل مدينة شرم الشيخ تحولت فعلا إلى ما يسمى مدينة خضراء ورأي حضرتك إيه في الجهود اللي بوزلت في هذه المدينة وطبعا المصريين لما هيروحوا شرم الشيخ مش هيعرفوها يا شرم الشيخ دلوقتي بقت مدينة غير اللي احنا كنا نعرفها مش هنعرفها مش اللي شفناها من سنتين تلاتة لا 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 مدينة تانية وانا بتوقع هو سجلي علي ان مدينة شرم الشيخ دي ستحصل على جائزة المدينة الخضراء من المدينة المكسيكية اللي خدت الجائزة دي السنة اللي فاتت يعني يقول ان في واحد اسمه مجد علام قال لك ان المسابقة الدولية لأحسن مدينة خضراء ستحصل عليها مدينة شرم الشيخ اتغيرت تماما ما تعرفهاش وبعدين دلوقتي حجم السيارات وحجم المسيرات الكهربائية التي لا يوجد غيرها والأوتوبيسات حتى كهربائية والسيارات كهربائية ده حتى الاسعاف عملوا لها متوسيكل مخصوص وعملوا زي ما بيقولوا يعني حاجة زي التوك توك كده سريعة علشان برضو تعمل بطاقة نظيفة برضو برضو تعمل بطاقة نظيفة فجميع كل الانشطة المباني صديقة للبيع الفنادق خدت الجرين ستارس خدت النجوم الخضراء اللي بتيجي دولية ايه مش مصر اللي بتعتمدها ايه لا اللي هي بتعتمدها هي السياحة الدولية فخدت الجرين ستارس الفنادق بتاعة شرم الشيخ الفنادق كلها عملت اف جريدنج ما تعرفش نفس الفند عملت تحديس تحديس بما يتفق مع انها تبقى مدينة خضراء هي اعتقد انها يعني ستكون المدينة رقم واحد في افريقيا وتنافس المدن الاوروبية اللي بقت عندها مشاكل واحنا ما عندناش فشارم الشيخ شوقتنا يا دكتور نشوفها يعني احنا من اول ما يفتتخوا المؤتمر هنبقى قاعدين قصاد القنوات بنتابع لغاية بقى ما ينتهي وان شاء الله نبقى نروح نزور هذه المدينة الخضراء يعني حدث كبير حدث كبير اللي حصل فشارم الشيخ ده يعني بعتبره شبه مواجزة طيب دكتور مجدي امين عامل امم المتحدة في كوب 26 في سكوتلندا قال ما معناه ان الكوكب بيكلمنا كوكب الارض بيكلمنا ولازم نسمع هل الكوكب كان بيكلم سكانه بلغة جديدة لغة البركين والاعصير والجفاف والحرائق والسيول عايز يقول لنا ايه عايزنا نسمع ايه الاعتقد ان هو انزار شديد اللهجة انزار شديد اللهجة من يعني الكرة الارضية لسكان الكرة الارضية ايه انها لم تعود تتحمل هذا الحجم من التلوث وانزار شديد اللهجة لانه مؤشراته اسوأ مئة سنة في المناخ هي المئة سنة الاخيرة ايه واسوأ ثلاث سنوات في المئة سنة هم الثلاث سنوات الاخيرة اللي اخرهم الفين تلاتة وعشرين لم يحدث في تاريخ تسجيل كل يعني علماء وخبراء ومعامل وجامعات وهيئات الرصد في العالم انه يحدث اضطراب في المناخ مثل ما حدث في المئة سنة الاخيرة واللي حدث اكترهم في الثلاث سنوات الاخيرة اللي اخرهم الفين تلاتة وعشرين وده بيدي انذار ان احنا بيختفي عندنا فصلين بيختفي فصل الخريف وفصل الربيع لاحظة كده هتلاقي المصريين كلهم ما حسوش او ان فيه فصل ربيع وفصل خريف يعني يا شتا كتير يا صيف كتير يحصل بقى عندنا سيناريو هو ده اللي بيبوز بقى الامن الغذائي ان انت في عز الصيف ييجي شتا وفي عز الشتا ييجي صيف وفي عز الصيف تنزل سيول على اسوان المدينة اللي ما بتشوفش مطرة والمدينة الدافئة اللي احنا بنروح او ان انت تشوفي زي ما حصل في البحيرة ونزلت الامطار بغزارة غرقة المزرعات او التسع ساعات اللي على امطار وسلوج اسكندرية اللي تساوي بتسعين سنة حجم الامطار والتلج اللي نزل في اسكندرية يبقى تسعين سنة ده مش عامدنا بس تب والحرائق والجفاف وانهار اوروبا وانهار اوروبا كلها والدنوب والراين ولا وفي كندا وفي كاليفورنيا وفي اسبانيا وفي ايطاليا والحرائق وفي تركيا وفي الجزائر كل دي حرائق وجفاف وسيول في نفس الوقت في السحرة وفي نفس الوقت تحصل كمان ما يطلق عليها اللي هي سيولة طينية في الصين وتلاقي ست سبع قرب ينهاروا من الارض لان الارض نفسها بقت عبارة عن طين مش مسكة نفسها كل دي رسائل الكوكب للسكان رسائل شديدة اللهجة شديدة اللهجة شديدة اللهجة فيه اصوات بتقول ان مصير البشرية وحياة الناس هيتحدد في قمة المناخ ليه ويه الامال المعلقة على هذه القمة وده الحقيقة يعني مقولة الخبراء والعلماء وليس مقولة السياسيين ايه احنا بنقول كخبراء وعلماء انه الان وإلا فلا يعني لو ما حصلش توقيع في كوب 27 على اجراءات حاسمة للتخلص من اكاسيد الكربون واكاسيد النيتروجين واكاسيد الكابريت التلاتة المؤسرين ثم يلتقي بيهم او يتكاثر معهم الهتشي تو اس او غاز كابريتيد الهيدروجين وغاز الميثين هذه الغازات التي تصنع غلالة من الزجاج حول الكرة الارضية تسمح بدخول الاشعة تحت الحمراء لتسخين سطح الكرة الارضية ولا تسمح بخروجها فعملت ايه عملت حبس الحرارة فى سطح الكرة الارضية عشان كده تلاحظي كله بقول الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري يعني ايه يعني الغلاف الجوي بطل يقدر مش قادر يطلع ملوساتنا برة في الغلاف الكوني اللي كان بيخف فلازم الناس اللي هتجتمع في القمة ياخدوا قرار تتفق على قرارات تنفيذية تنقذ الكوكب فورا تبسؤال عشان للأسف وقتنا هل في دولة او مواطن لوحده يقدر يتخذ اي اجراءات يحمي نفسه من اللي بيحصل ولا لابد من جهد جماعي لا جهد جماعي اولا دولي دولي ثم جهد جماعي اقليم يعني افريقيا غير بقية القرارات التانية ثم من ضمن افريقيا الاقليم العربي ثم من ضمن الاقليم العربي جمهورية مصر العربية احنا عندنا اراضينا معظمها اراضي قاحلة وشبه قاحلة نهر النيل عنده عشر مليون فدان بنأكل منه والمية بتاعته بنشرب منها لكن هل سيكفي هذا الحجم من التزايد السكاني لا يبقى لازم تحدي الرئيس اعلنه وهيعمل خمسة مليون فدان اضافي خمسة مليون اضافي فيهم جزء من الدلتا الجديدة وجزء من في المغرى وفيه الدبعة فيه مطروح وجزءين فيه المينيا وفيه غرب المينيا وغرب سملوت ما لش يا دكتور حضرتك عايز تقول انه بجانب الجهد الجامعي لازم كمان كل دولة تتخذ اجراءاتها عشان تحسن الاوضاع عندها غير الجهد الجامعي لا لازم كل دولة مصر عملت جهد في هذا الاتجاه عشان وقتنا بيخلص لا عملت جهد غير عادي في الامن الغذائي في الامن الغذائي وده كان اخطر حاجة اخطر حاجة خايفين منها من المناخ هو الامن الغذائي واحسن حاجة عملها الرئيس السيسي انه بدأ بزراعة الامح وفتتح بالمئة الف فدان اللي زراعهم امح في تشك ودي كاترسالة ان الامن الغذائي مش بس كده الفاو نفسها قالت ان عندي ازمتين الازمة رقم واحد قلة الامن الغذائي والازمة رقم اتنين قلة الجوع وزيادة الوفيات والامراض وبالتالي لا مجال لاي دولة تستطيع انها تحافظ على شعبها الا بما يفعله الرئيس حاليا بزيادة مساحة الارض المنزرعة والتخلص التدريجي من استراد ما حصلنا من الخارج ده بيقام من حياة المصريين ومستقبلهم طبعا وفي نفس الوقت بيقلل الاخطار للتغيرات المناخية الاسار السلبية للتغيرات المناخية على حياتنا فيها بقى مبادرة الميت مليون شجر ان الميت مليون مصري ينزرع ميت مليون شجر الميت مليون شجر دول كأنك عملتي ميت مليون مصنع للأكسجين والتخلص من ثاني وسيد الكربون فيه ارخص من كده طب احنا كل بنقول حاجة اللي بيشتري عربية عشان يبقى برنامجك ده اللي بعت الرسالة دي كل واحد ينزل يشتري عربية مدرية الزراعة في المحافظة بتاعته في مصر يشتري شجرة كل عربية بربعتاشر شجرة يدفع تمن أربعتاشر شجرة لمدرية الزراعة في المحافظة دي واحنا نتأكد ان مدير الزراعة زرعت الاربعتاشر شجرة وقتنا للأسف خلص مع ان هذا الملف كبير ومهم الاشتري عربية يدفع يشتري أربعتاشر شجرة عشان ما يضرش نفسه وما يضرش بقية الناس مؤتمر المناخ والتغيرات المناخية هذا الملف كبير للأسف وقتنا خلص بنرحب بالدكتور أستاذ الدكتور مجدي علام حضرتك نورتنا يا فندم شكرا أصدقائنا العزاء اللي بيتابعونا وقتنا خلص وإحنا بنحب دايما نبقى معاكم عشان كده ما بنحسش بالوقت الجميل نلتقي على خير إن شاء الله الإسبوع الجاي مش زي مبارح لخبط الدنيا إن شاء الله نلتقي على خير الإسبوع الجاي ونشوفكم مع برنامجنا افتح باب قلبك المترجم للقناة المترجم للقناة